هو تصرح اللي كان دار كان تصرح ديله محقول جدا هو قال ان لو كان سعيد النصري داره منه نفسه يعني كفنان انا قابله هذا تصرح اللي كان عمل الى كان مدفوع من جهة معينة فما نتقبلهاش وهذه مع الحق اللي بغيت توضح من خلال هاد المنبرة ديالكم هو ان سعيد النصري ليس بمتحزب وما عندي حتى شي جهة وانما انا انقل ما يقوله الشارع يعني ذلك شريطي يدقال في الشارع واللي يدقال في القهوة واللي يقوله المغاربة انا اعتبره نفسي صوت للمغاربة وتنظل هذه مسألة مهمة للشخصيات السياسية انهم يعرفوا اشنو كيدور وخصوصا في التاريخ ديالنا كانوا السلاطينة ديال اللي حكموا البغريب كانوا تعملوا سلطان طلبة لكتك تعرف باش كيعرفوا اشنو واقع في البلاد وكنظل ان بما ان هذه الحكومة وخصوصا بالقيادة ديال العدالة والتنمية انهم ما كانوا يطالبوا به هو الديمقراطية وحرية التعبير فكنظل ان يتقبلوا النقد بواحد صدر رحب وبالكوميديا ممكن نوصلوا بزافة الحلول لانها بالنكتة هي اللي كتبين المعاناة ديال المجتمع فاللي كان شوية قاسي في الحكم دياله واللي يتعامل شوية بواحد العنف كنظل احد نواب ديال العدالة والتنمية هو اللي يكتب في الأول وخلقها الضجة وكان الكتابة دياله عنيفة جدا ورغم ذلك احترمه رأيها لانني انا رأيه لانني انا فنان وكنت قبل اي نقد ولو يسبني قاعد منحقه لانه تبقى دائما في حرية التعبير لانني نرفتها اذا انا تناكن نرفض الحرية ديالتعبير وكنضن ان الفكرة ديال القرافطة ديال بن كيران ما كانش هي بوحدة لان هذا عمل جديد اسميته الزريقة والقرفية كيتكلم على الماديات اللي اضطروا على المغرب وكيفاش الحكمة في اطار هاد الحكمة الجديدة وكيفاش هاد الحكمة الجديدة كتفكر كتر في الفلوس ومنين غنجيبوا الفلوس ووحدنا مشكل ديال الفلوس ومفكروش في الطاقات اللي عندنا اللي هي الطاقات الفكرية لان الافكار هي اللي كاتتبع الطاقات الفنية اللي عندنا اللي ممكن نخلقوا بها الفلوس هاده اللي يخصومي يفكروا فيها تكونوا مناظرات يكونوا ريزاتوريه يجمعوا الشباب ديالنا يعرفوا اشنو عندهم هاكده غادي نقدروا نوصلوا وهذا العرض هو عرض ساخر اللي كيتكلم مشغل على السيبن كيران وانما على جميع الوزراء اللي كينين في الحكومة بالواحد بالواحد غادي نشدو فيهم ونشدو في البرنامج جديدهم بكل احترام وكل تقدير لان الحرية ديالإنسان تنتهي عند بداية الحرية ديالآخر فالعيب عليا إلا مثلا نقصت من الشخصية او هدرت على أشياء اللي كتمس بشخصية هذا الإنسان كيفما كان وخي يكون مواطن عادي فممكن نصخره من أعماله من طريقة الكلام دياله مثلا نقدره نصخره من البرنامج جديده كسياسي ممكن نصخرهم بزاف الحواج ولكن باحترام وبأدب وبمحبة لأن بن كيرال اللي دفعني أنني أنني نتكلم عليه كيفما تكلمت على قبل على جتو وتكلمت على الدريس البصرية ودرت نوكات على العباس الفاسي ودرت نوكات على عدد كبير ديال الوزراء اللي كان نقبروا أولهم وأننا ندروع على العرض اللي كدرته أصدقاء الوزراء اللي كان داز في سنة 2000 واللي كانت تكلم فيه على جميع الوزراء كلهم فنفس الشيء سنقوموا به في هذا العرض هذا اللي سيكون إن شاء الله في مسرح محمد الخاميس أبتداء من 14-15 ديسمبر ونعرض على بن كيرال ونعرض على الوزراء كلهم يأتي مرحباً لأن النهار 14 سيكون مفتوح للصحافة واللي غاديو ونعرض إلى السماء المسموعة أو المرئية أو كذلك المكتوبة فباش يكونوا حاضرين معنا ونعرضوا على المسؤولين كلهم يأتيوا إذا كانت عندهم قشبة بواسعة يأتيوا ويضحكوا معنا إذا كانت شيء اللي بغينا ونشوفه لأنه أجمل شيء ونضحكوا من العيوب دياننا الشيء مني كانت تفلوا على بعضياتنا عاد كنقدروا نخرجوا بزافت الحويش وتنظم أن الإنسان إذا كان قشبة بواسعة وكي يسمع أربما غاديقدر يلقى حلول الأشياء كتيرة اللي كيطلبها الشارع لأن أنا مني كيطلقى معاك واحد ما في حاله شاي ولا مكرفص أنا دبت أن أقرأ في الجريدة أن في المغرب كينا جوجد المليون مهددين بالجوع هذه الفكرة هذه ما عمرك أنت في المغرب عمرنا الجوع ما كان عندنا في المغرب قريتها اليوم في الماساء ضر نراسي نحن الشعب اللي دي ما عدنا الميكات ديالسكسو مليوحين يأكلوا فيه بالمشاش في الزنقة والخبز كيتلاح والحريرة كتخرجتك تولي كتدفق ولا عندنا الجوع هذا الحماق هذا إذا ما يمكنش تمر في الزنقة ويجي عندك واحد يقولك أخويا ساعد رنامو عطال وما عنديش هضر عليها وما تهضرش عليه بالكيران كان كيضحك ده بقى أجره لينا بالكيران هذه خفة الدم دياله والشعبية اللي عنده هي اللي جعلته بالنسبة لنحن يا كفكهيين أو لكصحفيين أو كعالميين جعلته ما الدخام بالنسبة لنا جميلة جدا اللي نقدروننا لأن بكري كتك نظر مثلا على عباس الفاسي ما تعرفوهوش المغربة بزاف كتك نظر مثلا على جطو قليل اللي كيعرفوه إلا الناس اللي أما الناس العاديين بن كيران عنده شعبية كبيرة كل شي تعرفوه غير اللي قلت فهمتي ولا اللي كيعرفوه هو غير اللي بسيتي القرافطة كيعرفوه بأننا ركنا نظر على بن كيران إذن بالنسبة لنحن ككوميديين أن بن كيران هو مادة خصبة اللي نقدروا نوصلوا بها بزاف ديال الرسائل وديال الميساج وكيف قلت لك الهدف ماشي هو السخرية من أجل السخرية فقط وإنما السخرية من أجل إبلاغ وتبليغ أراء الشعب اللي الآن عندهم أفكار وعندهم أراء وحدا واجبنا احنا كأعلاميين كفنانة أننا نوصلوا الخبر لهذه الناس وانا ممكنش نوصل الخبر إلا بالنكتة وانتو ما بعده واشفهمتوني ولا إلا تبارك الله عليك